أكثر من سفينة جيك لا فقط سفينة واحدة كما كان في زمن نوح عليه السلام إذ انغمر الماء من كل مكان وجاء الطوفان حتى أن ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له النبي نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ما كل سفينة واحدة فقط وهذا ما تؤكد عليه الروايات الكثيرة تفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة فرقة واحدة منها ناجية فقط وقد نظم ذلك الشعراء إذا كان كل الناس سبعين فرقة ونيفا كما قد جاء في واضح النقل ولم يكن ناج منهم غير فرقة فماذا ترى غير فرقة فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل أفي الفرقة الناجين آل محمد أم الفرق الهلاك أيهما قل لي رضيت عليا بإماما وسيدا وأنت مع الباقين في سائر الحل صلواته الله المنهج الثاني الذي يعترضه حديث السفينة ويبطله هو منهج عصري بعض من ينتمون لأهل البيت عليهم السلام وربما يكون عند غيرهم أيضا طبيعي يكون عند غيرهم لكن الآن أركز الحديث عن بعض شيعة أهل البيت عليهم السلام البعض يقول أنا أعتقد بمرجعية أهل البيت وأؤمن بإمامتهم وولايتهم ولكن أحنا في عصر مختلف عن عصرهم زماننا يختلف عن زمانهم فأحنا ما يصير نحكم كل الروايات على زماننا ونحكم كل ما أثر عن شخصيات أهل البيت عليهم السلام على زماننا يعني هذا المنهج يقول لازم ننتقي ما يناسب عصرنا هذا منهج انتقائي يقول نأخذ ما يناسب العصر فقط في الواقع بأن هذا كمن يأخذ من القرآن بعضه ويترك بعضه الإمام الباقر عليه السلام يقول القرآن يجري في الحياة مجرى الشمس والقمر الدنيا منذ أن خلقها الله عز وجل هي الشمس والقمر يجريان عليها وستبقى ستبقيان يجريان الشمس والقمر على هذه إلى آخر حياتي هذه يقول كذلك القرآن بالنسبة إلى هذه الأمة الله عز وجل أنزل القرآن لا لزمان دون زمان آيات القرآن الله تبارك وتعالى انتخبها لتكون مرجعا لنا إلى قيام الساعة كذلك روايات أهل البيت عليه السلام وكذلك شخصياتهم التي جعلها الله عز وجل قدوات لنا أركز الكلام أكثر في أبرز الأمثلة التي تناسب هذه المناسبة المباركة شخصية الزهر سلام الله عليها الله تبارك وتعالى استفاها واختارها على نساء العالمين لماذا؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها أنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ما معنى أن الزهراء سيدة نساء العالمين يعني قدوة القمة نموذج الكامل في شخصيتها في رؤاها فيما طرحت أهل البيت عليه السلام مرجعية فكرية دقيقة تتناسب مع الإنسان إلى آخر الزمان وكذلك سلوكا وعملا بعض النساء المؤمنات المتدينات أو حتى بعض الرجال فيما يتعلق بشأن المرأة وحجابها وعفافها يقولون نحن في زمن يختلف عن ذاك الزمن ما نقدر نجعل الزهراء نموذج لنسائنا في هذا الزمن لأن ذاك الزمن غير هذا الزمن غير نحن في زمن صار منفتح هذا الكلام أيها الأخوة كلام خاطئ لأن الآيات والروايات لم تجعل استثناء في قضية الاقتناء بأهل البيت عليه وسلم وإنما أهل البيت سفينة النجاة إلى يوم القيامة كل من ينحرف عن هي السفينة يقرأ كل من ينحرف يقرأ خطاب للمؤمنين والمؤمنات لابد أن نجعل دنيانا منسجمة مع ديننا مو بالعكس مو نخلي الدين يتأقلم هي شنو ويا دنيانا يعني أحنا محتاجين إلى نمط من الانفتاح نقول إذن الحجاب بهذا المقدار حتى لو كان أقل من المقدار الواجب لا مو صحيح بل نجعل علاقتنا علاقاتنا عمل المرأة دراسة المرأة حركتها علاقاتها كلها منسجمة مع الدين مع الخضر الصحيح مع الحجاب الصحيح ما يصير تنازل وطبعا الملاحظ أيها الأخوة الملاحظ مما يهون الخطب يا أخواني أن الملاحظ أن الناس بأنفسهم يتسامحون بدون داعي يعني مرة مثلا تخرج العمل ما في داعي أنها تتنازل عن حجابها المتكامل ما في داعي ليش يعني إذا كانت تعمل يعني لازم تتنازل في حجابها ليش ما فيه شو الداعي أصلا أحنا نجد بعض النساء المؤمنات بحجاب كامل ليش أكثر النساء يتنازلون عن حجابهم ليش ما في داعي حتى عمليا ما أقول فكرة خاطئ أصلا ولو فرضنا أن هناك داعي عملي العمل يلغى مو الحجاب يلغى العمل يلغى العمل يؤطر العمل يقيد مو خدر المرأة مو إيمان الإنسان لا إيماني أحتفظ به ديني أحتفظ به يجب علي أن أقبل من هذه الدنيا ما يتناسب مع ديني وأرفض ما لا يتناسب وليس العكس هذا هو الاقتداء الصحيح وبهذا أيها الإخوة نرجو شفاعة الزهر على سلام الله عليه أحنا على موعد مع شفاعة فاطمة عليه السلام يوم القيامة في الروايات تبين أن الزهر على سلام الله عليه يوم القيامة يؤمر بها إلى الجنة مجللة معظمة مكرمة فتقول يا ربي لا أدخل الجنة حتى يعرف قدري في هذا اليوم يعني الزهر ما أعرف قدرها أنا أتحدث مع بعض الأهل أخوانا أهل السنة ما يدري من الزهر ما يدري حقيقة شو يعني يا ليتهم جعلوا أهل البيت كبقية الصحابة يا ليتهم لا أصلا الكتب الأساسية عندهم روت من هنا وهنا وهناك وتركت الرواية عن الباقر والصادق والسجاد وين رواياتنا الفقه الجبار الموجود عند أهل البيت عليه وسلم وين فيه تراثي تذكر في ختام الكلمة يقول تحدث مع أحد الإخوانا السنة في المسجد الحرام فقال لي الإمام الصادق منا يقول لي الإمام الصادق منا مو منكم قلت لي ينزين إمام الصادق منكم الحمد لله شنو تعرف عن يام الصادق شنو يعطي حديث عن يام الصادق قال الإمام الصادق كان يطرد الشيعة من مجلسه قلت له الإمام الصادق هذا العملاق العظيم فقها وعظمتا لم تحفظ منه إلا هذه الأكذوبة بس هاي كذبة حفظ عن ما حفظ عن فق أصلا لا ينتسبون إلى فقه البيت عليهما السلام على الأقل اطرح فقه البيت اجعل مدرسة أهل البيت عليه السلام كسائر مدارس إذا أن لا لا إقصاء هناك إقصاء لمدرسة أهل البيت كما هناك إقصاء لإتباع هذه المدرسة الزهراء سلام الله عليه لا تدخل الجنة إلا بعد أن تشفع في محبها يقول الإمام الصادق عليه السلام فتشفع فيهم وتلتقطهم من ساحة المحشر كما يلتقط الطير الحب النقي من الحب الردي نسأل الله أن نكون مشمولين لشفاعة بضعة المصطفى فاطمة نسأل الله بالزهراء أن يثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم وأن يجعلنا في زمرتهم في الدنيا والآخرة إنه سبيع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر